حابين نبدأ من مصر النهاردة بالتحديد من اللقصر من أرض طيبة الطيبة الأرض اللي كلها خير وكلها بركة صور الحقيقة منتشرة خلال يعني قادر أقول الساعات الأخيرة اللي فاتت على وسائل التواصل الاجتماعي لغطان الطماطم محصول الطماطم وتحديداً تكفيف الطماطم أهلنا وإخواتنا وسيدات مصر سيدات اللقصر الطيبة زي ما حرقكم شافين كده في الفيديوهات وهم بعد ما بيجمعوا محصول الطماطم بعد كده بيتقطع ويتجفف عن طريق الشمس ويتصدر للخارج الصور اللي قدام حضراتكم دي يعني لأهلنا اللي مش مهتمين بالسوشيل ميديا وما عندهمش حسابات على السوشيل ميديا قد إيه مبهرة عدد من المواقع الإخبارية وخصوصاً العربية الشقيقة يعني بيتنقلوا هذه الصور وبيتغزلوا في جمال هذه الصور وقد إيه الجمال والنظافة والدقة ومشاء الله وجمال المحصول اللي خارج من أرض مصر من أرض لقصر المحاصيل الزراعية زي محصول الطماطم وإزاي دا بيتجافف بكل الكميات دي ما شاء الله دا واحد بس يعني من الأماكن في الأقصر اللي بتقوم بالشغلانة دي أو بالقصة دي ولكن زيها أماكن تانية برضو مزارع تانية وحقول تانية برضو بيجمعوا محصول الطماطم وبيقطعوه بيجاففوه في الشمس ويتنشر بهذا الشكل عشان يتصدر بعد كده وجزء منه بيبدأ للاستخدام المحلي وليه أسواق كتير جدا بالمناسبة برة للطماطم وخصوة الطماطم المصرية الطماطم المجفافة دي سواء في المنطقة العربية أو في أوروبا فالحقيقة مقاطع الحقيقة جميلة جدا حبينا ان احنا النهاردة نعرضها على حضراتكم عشان تشوفوا الخير ده اللي موجود في أرض مصر ناس بتشتغل وناس بتستثمر وناس بتطير ربنا حتى في فلوسها لا راحوا ادوا فلوسهم لمستريح ولا مستريحين ولا أي حاجة ناس قررت انها تشتغل شغلانتها مزارع بيشتغل مزارع شغلانته دي هي راس ماله فلوسه بيحطاه في الزراعة بيكسب وربنا بيكرمه بيفتح بيوت بيشغل ناس ناس بتاكل لقمتها بعرق جبنها زي ما بنقول حاجة الحقيقة مناظر الحقيقة رائعة وجميلة جدا فكل التحية وكل التقدير اللي اهلنا في محافظة لقصر للناس اللي بتشتغل الشغل الجميل ده وبتطلع المحاصيل الرائعة دي اعزوه حضراتكم يعني فكرة الانتاج الزراع المصري في 2021 حقق طفرة ما شاء الله ولا حوله ولا قواته من اعلى المستويات القياسية اللي اتحققت فيه الانتاج الزراعي وتصدير الحاصلات الزراعية بنتكلم في حوالي خمسة وستة من عشرة مليون طن خمسة وستة من عشرة مليون طن منهم حوالي يعني بيتوزع الحوالي تلتمية وخمسين نوع او صنف من المحاصيل الزراعية تلتمية وخمسين صنف زي الطماطم اللي ده بحضراتكم دي واللي بتتجافف في القصر بيتصدروا لمية وخمسين دولة تخيلوا بقى حضراتكم يعني المنتجات الزراعية المصرية دي اللي بالرقب ده خمسة وستة من عشرة مليون طن في عشين وحد وعشرين بتتصدر لحوالي مية وخمسين دولة ما بين بقى الدول العربية ما بين دول أوروبية الولايات المتحدة لأسيا بنشوف البرتقان المصري وهو السنة اللي فاتت بيحتفلوا بيه ووصولوا إلى اليابان في عشرين وواحد وعشرين حجم ماشاء الله من الصادرات الزراعية شيء عظيم جدا وحقق في السنة اللي فاتت ما قمته حوالي 3 مليار دولار وده شيء عظيم جدا جدا خلى مصر في المركز الأول على مستوى العالم في تصدير الموالح وكمان قفزت بشكل كبير جدا في صادرات عدد من المحاصيل الزراعية الأخرى ترجمة نانسي قنقر